جدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس إدهانوم مناشدته ببذل جهود جماعية لوقف إطلاق النار ووقف الأعمال العدائية والكارثة الإنسانية في غزة دعيا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان التضفق المستدام للمساعدات الإنسانية بالمستوى المطلوب من جهة أخرى أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فريقا للتقييم الإنسانية قد زار مستشفى الشفاء شمال غزة وشاهد آثار القصف وإطلاق النار ووصف المكان بأنه منطقة موت